اليوم سنقف عند السلوك المنحط الذي قامت به قناة الشرق الجزائرية ضد المغرب وضد المؤسسة الملكية بالمغرب صراحة نحن لم نفاجأ لهذا السلوك المنحط الذي قامت به قناة الشرق بالنظر إلى العقيدة الرسمية التي تحكم الشرق ومعظم الإعلام في الجزائر هي عقيدة الكراهية وعقيدة نفط السموم ضد المغرب والدليل على ذلك هو أنه سبق لنا قلنا بأن وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية تنفوت في العام تقريبا ما بين 1600 و 1700 ما قام المسموم ضد المغرب والدليل على ذلك هو أنه أنفاس بريس قامت مؤخرا بوحد عملية نحن كنا مقتنعين منها ولكن يعرف فقط باش نعرفه يعني معاما كما قال الحسن الثاني الله رحمه يعني أنه الإحصاء اللي قمنا به شمالة ثلاثة أيام ما أنتجت وكالة الأنباء الرسمية من أخبار في المجموع وما استهدفت به المغرب داخل هذا المجموع فيوم الأحد 24 يناير 2021 أحصينا أن وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أنتجت 238 مقال في اليوم رياضي فني سياسي دولي اقتصادي إلى آخره داخل هذا المجموع العام خصصت للمغرب 14 مقال مسموم أي ما يمثل 5.8% من المجموع نهار السبت 23 يناير 2021 أحصينا داخل وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إنتاج 169 قصاصة في المجموع داخل هذا المجموع خصصت للمغرب 14 مقال مسموم أي 6.5% نهار الجمعة 22 يناير 2021 أنتجت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية 170 قصاصة خصصت منها للمغرب 14 قصاصة مسموم أي 8.9% هنا سؤال كي تطرح الأمم المتحدة في 200 دولة والمغرب واحد عندك 200 دولة يعني 0.5% من المجموع العام للدول يعني كيف أنت كدولة عندك وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تخصص ما بين 18% من هذا الإنتاج الضخم لنفتي السموم على واحد البلد اللي كيمثل 0.5% إذا نحن فجلنا بأن نحن غير هذا الشيء مفاجئناش لقاناة هذا السلوك الدني الذي قانت بقاناة الشرق الجزائرية ضد المغرب وضد المؤسسة الملكية لأن هذا الشيء ليس شيء معزول ثم لا نطالب نحن لا الشرق ولا غيرها بأن تحتكم الأخلاقية المهنة لأن الأخلاقية المهنة تحتكم إلى المؤسسات الصحفية في العالم اللي عندها مدير نشر وعندها رئيس تحرير وعندها سكرتات تحرير وعندها أقسام إلى آخره أور في الجزائر الصحوف معظمها الصحوف والمواقع والتلفازات الجزائرية كما يقول الزميل عبد الحامير الجمهري ما عندهم مدرأة نشر ورأسة تحرير عندهم جنرالات نشر وعندهم كورونين لها التحرير ولهذا نفهم العقيدة دي العسكر الجزائري وهي عقيدة السم وعقيدة الحق ضدها ضد المغرب وبالتالي ذلك الجريدة والتلفازة والمواقع الإلكترونين والإداعة رأيها عرح ذلك الآريات العسكرية التابعة للجنرال في الجزائر يعني ليست مؤسسة صحفية تحتكم إلى الأخلاق كما قلنا وهنا النقطة الخطيرة جدا يعني كيف أن هذه وكالة الأنباء تخصص 10% من منتوجها لنفتي السمو والأخبار الكذبة دي المغرب كان أولى لها أن تخصصها 10% للقادير الفلسطينية في حين أنها في بعض الأيام تخصص صفر قصصها للقادير الفلسطينية كان أولى لها أن تخصصها 10% أو 8% من منتوجها لنصرة القضايا دي المهاجرين العرب والمسلمين الذين يتعرضون لأسوأ معاملة في أوروبا ويتعرضون للعنصرية المقيتة كان أولى لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية والإعلام الرسمي الجزائري أن يخصص 8% أو 10% من منتوجه ليس للمغرب ولكن للقضايا للشعب الجزائري الذي يعيش في البطالة ويعيش في الفقر ويعيش في العطش ويعيش في محنغ لمع ممكن البنان يعني كما جاء على لسان واحد سيد لأساءل المغرب وأساءل المؤسسة الملكية ممكن البنان تولد عن 30 عام إذن هالقضايا الحقيقية التي كان ينبغي أن تسلط عليها وكالة الأنباء الرسمية والشورق وغيرها اكشفت ضوء ديالها بدل أن تسلطها على المغرب بشكل مسموم ثم لا ننسى أن الخلفية التي تحركه يعني الإعلام الرسمي الجزائري هي الخوف من أن الشركات العالمية بدأت الآن تتقاطر على المغرب لماذا؟ حيث لما المغرب طرد عصابة البوليزاريو منذ عبر القرقالات في نوفمبر 2020 على يد القوات المسلحة الملكية جلنا جلون العسكر الجزائري ولهذا لم نفاجأ ولا يفاجئنا أصلا هذا السلوك الخبيث والسلوك الدني لا ديال الشروق الجزائري ولا غيرها من الإعلام الجزائري بل الذي لاحظناه هو عير لادوز لادوز ديالسم تزادت ولادوز ديالحقد ضد المغرب تزادت لماذا؟ حيث أن الشركات بدأت تأتي الآن تبحث عن موطئ قدم للإستيطان بالأقاليم الجنوبية بحثاً على فرص ديالاستثمار بالنظر إلى الفرص الواعدة والأفاق المشرقة التي فتحتها الأقاليم الجنوبية للمغرب ولشركاء دياله على مستوى العالمي ثانياً القنصريات التي فتتحت بالأقاليم الجنوبية في العيون الداخلة وعلى رأسية الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعدما اعترفت إدارة دونالد ترومب بالسيادة المغرب على كامل ترى به من طنجة إلى القويرة وهذا الاعتراف كان العسكر الجزائري يراهن على جو بيدن أنه لما ينصب رئيساً على أمريكا يلغي هذا الاعتراف فإذا بهم يصابون أو يتلقون صفعة قوية لم يستفيقوا منها بعد لماذا؟ لما نصب الرئيس بيدن يوم 20 يناير 2021 أول اتصال خارجي قام به الرجل القوي في البنط الأبيض وهو سوليفان وهد سوليفان هو مستشار الأمل القومي وهو الوبرادروا ديل جو بيدن أول اتصال قام به يوم 23 يناير 2021 مع من؟ ماير بن شاباط ماير بن شاباط هو مستشار الأمل القومي الرجل القوي في إسرائيل ماير بن شاباط هو المغريبي الأصل الذي جل المغرب دجمبر 2021 استقبله الملك محمد السديس لما استؤنفت علاقات بين المغرب وبين إسرائيل وأول ما فاه به بن شاباط لما التقى الملك محمد السديس هي الله يبرك في عمر سيدي وهذا ما أغاد جنرالات الجزائر لماذا أغادهم هذا؟ كيف لنا نحن كجنرالات في الجزائر ننهاب خيرات الشعب الجزائري ونخصص ما بين 8-9 ساعة الماليار دولار في العام لإنهاك المغرب ولو أنا نجو عن الشعب الجزائري ومع ذلك جو عن الشعب الجزائري والمغرب لم ينهاك بل بالعكس المغرب دائما يقف ودائما المغرب يسير في الطريق دياله هالطريق ديال لفورابيد من بنتي سديس الداخل هالميناء الأطلسي ديال الداخل إن شاء الله عم قريب سيان النور وسيقلب المنطقة وجهن على عقيم كما قلبناها إن شاء الله في السابق في طنجا وها هي المناطق الصناعية بدأت تنهض من أساسات ديالها من الأرض يعني في القرقارات وفي بيرقندوز ثم من مولى هذه المناطق الصناعية؟ مولتها فرنسا يعني جوج دول عظمة الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بسيادة المغرب من طنجا إلى القويرة وهي عضو في مجلس الأمن ثم فرنسا العضو أيضا في مجلس الأمن قامت بتمويل إنجاز مناطق صناعية لاستقطاب الشركة العالمية في القرقارات وفي بيرقندوز وهذا كان المصمار الذي تم دقه في نعش القيادة العسكرية الجزائرية التي جن جنونها وهذا ما يفسر لماذا صخرت الشروق للإساءة للمغرب والإساءة للمؤسسة الملكية ثم هذا الموقف يعطي شرعية لمطلبنا الذي كنا نرفعه دائما ألا وهو الحاجة ديال المغرب أن تكون له في الهندسة الحكومية ووزارة خاصة بالعدو الجزائري لأن هذه المسألة دي يعني مسألة دي الحياة أو موت وبالتالي يجب علينا أن نتخلع الأوهام ونردد الشعارات الخاوية بأننا المغرب والجزائر الرسمية ركين الخاوة ما كناش جزائر رسمية فيها الخاوة بل بالعكس يعني فيها السم وفيها الحقد وفيها الضغينة ضد المغرب وضد المغارب اشتركوا في القناة